سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وأعرب سيادته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم متمنيا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء وكمان أجرى سيادته امبرح اتصالا هتفيا مع الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير الكويت وأعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لرئيس بمناسبة الشهر الكريم مبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماع تابع فيه موقف السلع الاستراتيجية الغذائية وتوافرها في الأسواق على مستوى الجمهورية وجه سيادة رئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها في السوق وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة كمان كان فيه اجتماع مهم عمله سيادة رئيس لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة وجه سيادته بإعادة تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب ودراسة مدى جدارة مصار التوسع في زراعته مستقبلا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارات الداخلية وسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهازي مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية وقد تم عرض موقف المغزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك مع التأكيد على عدم يوجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار تخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على السمرارية المغزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط ستة شهور وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على السمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي والتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد هشام توفيق وزير قطع الأعمال العام وسيد السيد القصير وزير الزراعة وستصلاح الأراضي الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة وقد وجه السيد الرئيس بأداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلا وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العويدات في جنوب الوادي وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد فضلا عن نتائج تحليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلبا واستخداما بسوق العمل مما يتطلب تلبية احتياجات المصنع منه الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة القوات المسلحة نظمة زيارة الوفد عسكري من كلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتعريف بالجهاز ودوره الحيوي في خدمة المجتمع العسكري وكمان المجتمع المدني وده في إطار التعاون والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية واستمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد وتزامنا مع مناسبة يوم اليتيم إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نظمت مهرجان يوم الشهيد بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوي الهمم قادرون باختلاف وكمان الأطفال الأيتام وأسر الشهداء وده كان بحضور عدد من قادة القوات المسلحة دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكو تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت مبارح واللي منها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوفد لجنة التقييم التابعة لمفاوضية الاتحاد الأفريقي وكمان نفي الحكومة إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح المواطنين قروض مالية في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لوفد لجنة التقييم التابعة لمفاوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة الدكتور أجري أمبالي وده لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الأفريقية للدواء كمان مبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات عمل وزارة التجارة والصناعة وأكد إن الحكومة بتعطي أولوية قصوة لملف الصناعة وبتعمل على تأسير جميع الإجراءات اللازمة لإقامة استثمارات صناعية في المجالات المختلفة كمان مبارح التقى رئيس الوزراء مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأكد رئيس الوزراء على تعاضم دور الإعلام في علامنا المعاصر خاصة مع تطور التكنولوجي الهائل والمتسارع اللي بنشهده حالياً على مستوى العالم وقال كمان إن الدولة بتؤكد احترامها الدائم لحرية الرأي في وسائل الإعلام وبالنسبة للشائعات اللي ترددت حول إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعات وقال إن كل التطبيقات المتدولة بهذا الشأن وهمية وحذر المواطنين من التعامل معها ترجمة نانسي قنقر